الأحزاب ملتهية بالنهب والبوغ والمناصب والوزارات وعايفين الشعب أكثر من نصف الشعب العراقي تحت خط الفقر أكثر من نصف الشعب العراقي تحت خط الفقر بس جيبولي بالله عليكم جيبولي حزب عنده مناصب بالعراق فقير أنا هسة أتحدى أكبر واحد يجيبلي حزب عنده مناصب بالدولة العراقية فقير زين ماكو واحد يقول لهاي الأحزاب مني لكم ماكو واحد يقول لهاي الأحزاب ولكم أنتو قبل كم سنة أنتو فقور كاتلكم الفقر أمنياً 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 أجتي هاي الفلوس والمصفحات والطيارات والمدرشنو والمولات والشركات والمصارف أمنياً ماحد يسألهم هاي الأحزاب اللي تحشي باسم الله والرسول والإمام علي وأهل البيت ماحد يسألهم هاي الأحزاب اللي مقسمة أرض العراق متر متر إلها ماحد يسألهم وأنا أقول لكم شو مقسمين أحزاب ما أخذ الجوامع الشبيرة أحزاب ما أخذ القصور أحزاب ما أخذ الأورز دي تتذكرون للأورز دي كل حزب والهاء وذني كل أغلب المسدودات مثل ما هنح جار ومسيطرة عليها أحزاب ما تخلي واحد يوصلها لا دولة ولا حكومة ولا مدر منه والدليل لما نأجي هشام الهاشمي قل لهم يا به أنطوني الأورز دي ما للرصافة خلي ألم الأيتام ما للرصافة خلي ألم المشردين أنا أربيهم هناك أنا أسوي مؤسسة عربية عالمية أطلحهم في دون المجتمع كله لدي مشي 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 في دون المجتمع يلا طردوا الهشام ما الطول الأورز دي ولي اليوم الأورز دي مسدود هذول يبنون دولة؟ هذول يبنون دولة الصورون؟ هذول يسدون الجامعات الحكومية والمدارس الحكومية ويبنون جامعات أهلية ويطردون الطلبة العراقين يقولوا محضور سبرة ويحددونهم وين يدرسون إيران و لبنان ترجمة نانسي قنقر